اشتركوا في القناة تقول من قبل كانوا يحرمون القيام للنشيد الوطن الان يقومون ليه يخافون من قالك ان الان كل واحد ينتسب الى منهجها للسنة الجماعة غير فتواه وقال بان يش يجوز القيام ما قال مش صحي اذا انت في بالك اشخاص معينين فالواجب ان تتكلم على الشخص نفسه ما تقول الفرق الناجية حزب وغيروا فتواهم بالسابق قال لكم النشيد الوطني ما يجوز القيام له والان يقومون ايش هذا هذا كذب لان يمزل من كلامك هذا تكون عندك احصائية ولفت عليهم كلهم وتبين لك انهم غيروا فتواهم وانهم ما كانوا يقومون والان يقومون مو صحي الكلام وفي ناس يتبنون منهج اهل السنة الجماعة ما يذهبون الاصلا الاماكن اللي فيها قيام عمرهم ما دخلوا اصلا مكان في في نشيد وطني ولا حضر لا مؤتمرات ولا حفلات ولا محزن خليتهم ان اول ما كانوا يقوموا الان يقومون هذا كذب تعميم هذا ظلم بين وانا ذكرك وذكر نفسي وذكر كل مسلم به حديث ابي هرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام نزل نبيه من الانبياء تحت شجرة فلدغته نملة نملة واحدة فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر ببيتها فاحرق بالنار فاوحى الله الله فوق سبع سماوات اوحى لهذا النبي فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة يا نبي الله نملة قرستك تحرق بيت النامل كله اذا انت مختلف مع الشخص معين ولا كان بالسابق ما يقوم للنشيد الوطن الان خذ يقوم تقول الفرقة الناجية كذابون اذا واحد قطع من كلامك بشريط ومادل منه قد يكون واحد من شباب التويتر قلت خليت الفرقة الناجية هذا فيه محياه فيه اموات فيه من السلف وتقول كذابون كذابون اكذب فرقة ايش تسراف هذا هلا واحد اللي كذب عليك ولا زور عليك انتقده بعينه اما الفرقة الناجية كذبون ما كان يقوم النشيد الوطني طيب اخي فيه زمن ماضى ما كان فيه نشيد وطني وكان فيه فرقة ناجية ما لحقوا عن نشيد وطني حتى ما كان يقومون ثم قاموا يعني فكرة شوي ترجمة نانسي قنقر